رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة وفي بداية الجلسة توجه ولي العهد بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وتضافر جهود أجهزة الدولة في خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات العناية والجودة ثم أطلع سموه مجلس الوزراء على فحو الرسالة التي تلقاها من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا وتتصل بالعلاقات الثنائية وسبول دعمها وتعزيزها في شتى الميادين وعد مجلس الوزراء اختيار المملكة لترأس الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة خلال عام 2025 تأكيدا على اهتمامها بالتعاون الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتماشية مع الانجازات النوعية التي حققتها في هذا المجال هذا ووافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المرور على النحو الوارد بالقرار وأكد المجلس تحمل الدولة عما يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار من رسوم الإقامة ورسوم رخص العمل ورسوم نقل الخدمات ورسوم تعديل المهن والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ التصحيح واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على منتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر